موسيقى مرحبا بكم مرحبا بكم معيخ هذا الفيديو هذا اللي عمر بالورود وعمر بالفرحة والسعادة ويا ربي يا ربي خلي أيامكم كلها مليئة بالفرح وبالمسرات ويا ربي إن شاء الله ويحقق لكم جميع متمنياتكم وإن شاء الله حتى أنتم تفرحوا بالقناة ديالكم كيفما أنا فرحت بها وكيفما شفتوا في العنوان ديال الفيديو وتفعيل ديال القناة وأخيرا حققت شرط ديال اليوتيوب وتفعيلت ديال القناة وبغيت نشارك معاكم هاد الفرحة هادي وبغيت نعطيكم بعض النصائح اللي أنا استفت منها وبغيت نشارك معاكم تجربة ديالي شنو هما الأمور اللي عاونتني باش تحققت هاد الشرط هادو في هاد المدة ديال ديال الأربعة أشهر وشحال المدة اللي داست باش تفعلت لي القناة وشنو هما الأمور اللي خاسهم يدارو وكذلك الإشاعات اللي معدهم مش حتى سيلة بالواقع اللي فقط غاديت يعني كي عرقلو السير وكي برسطوكم في عقلكم وصافي دونك غادي ندرتشو شوية مع بعضياتنا وأكيد اللي عنده أي تساؤل واللي ما فهمش شي حاجة واللي بغي يسول على شي حاجة يعني ما يترددش خليلي الكمنتر في هذا الفيديو هادا وأنا قادي نجاوب على جميع الكمنترات تجيلكم إن شاء الله وقبل ما نبدأ الهدرة بغيت نشكركم يعني جزيل الشكر يعني شخص شخص انتوما أكيد كتشوفوا دابلا فيديو وعارفين رسكم وكل واحد عارف يعني كيفاش عاوني وكيفاش حتى ساهم معي في هاد الناجح هذا حيث هاد الناجح ما وصلتش ليه بوحدي هاد المرحلة ما وصلتش ليه بوحدي أكيد كنت كنت بوحدي ما غندير والو وصلت ليها بكم بالمساعدة ديالكم بالتعاون ديالكم وكنتمنى إن شاء الله ربي قدرني حتى أنا برش نتعاون معاكم وأكيد درا خاصنا نكون ويد وحدا اللي بغينا نوصله ما يمكنش الإنسان يوصل بوحديته كفرد احنا نفده بفواحد في واحد المش جامع يعني كما تنقولو وهمي وخما كنعرفوش بعد دياتنا مزيان ولكن يعني بدينا واحد المسيرة وإن شاء الله عادي نكملوها جميع وإن شاء الله يربي حتمتم تفرحوا بالقناوات ديالكم وتوصلوا الاهدف ديالكم وكنشكركم يعني صراحة بدون ذكر الأسماء لأن اللائحة طويلة جدا الأصدقاء أتبارك الله كتار والحمدلله أربي لقلي مع ناس مزيانين وتعرفت على أشخاص جداد وناس مزيانين وتعاوننا مع بعضياتنا وإن شاء الله مبقوا هكذا دائما فشكرا لكم شكرا جزيلا لكم والله يوفقكم حتمتمه والله يفرحكم بالقناوات ديالكم وإن شاء الله حتمتم تديروا فيديو بحل هذا وتبرتجوا معنا الفرحة ديالكم بالنسبة لقنات ديالي بخونيسوا حلتها 11 شهر جوج وهاكملت تحقيق شروط في فاتح يونيو يعني تقريبا أربعة أشهر ديال العمل باش كملت أو باش حققت شروط الشرطين اللي طالبهم اليوتيوب لتفعيل القناة وبالنسبة يعني اليوم اللي دست لي فيه القناة المراجعة كان يوم السبت يوم السبت فاتح يونيو كيما قلت ليكم أنا كل مرة يعني كل نهار كنشوف العدد ديال الساعات فين وصل لي فهذا كنهار ديك صباح ديال السبت لقيت العدد وصل لي لربعالاف ساعة أربعالاف واربعين ساعة والشرط الأول كان يعني ديجا محقق هذي واحد ثلاثة ديال الأسابيع مش كملته يعني قبل بثلاثة ديال الأسابيع وفش كتتوصلو لدك العدد يعني غي كتتفوتو ربعالاف كيتلقاوا مساج باللي كتلقاوا رسالة باللي القناة ديالكم يعني مشات المراجعة وغادي يعطيوكم الرد في ضرف شهر وما تيكتبو لك في ضرف شهر تقريبا ولكن وخاتي يكتبو في ضرف شهر فممكن الجواب يكون قبل وممكن يكون من بعد لأنا كنعرف بزر ديال الأخوان اللي تعطلو عليهم وفاتوا شهر وباقي ما عندهم شجاوب بالنسبة للحالة ديالي أنا الجواب ديالهم كان في خلال خمسة أيام يعني القناة تفعلت لي في خمسة أيام فأنا مشات المراجعة يوم السبت كيما قلت لكم الفاتح يونيو وجاوبوني يوم الخاميس ستا يونيو يعني كان خمسة أيام باش جاوبوني الحمد لله يعني فترة قصيرة بنتبالي يمزيانة كينين بعض الأخوات يعني سمعت أنهم أرضو لهم الجواب يعني في خلال في ضرف يومين أو ثلاثة أيام وكين كما قلت لكم اللي ما زال ما ردوش عليه يعني فات شهر وباقي ما ردوش عليه فبالنسبة لي خمسة أيام مره إنجاز يعني جايد ما عرفتمش عليش كيتبازو باش كيتعطلو لما قيتعطلوش هذه معلومات ما كيعرف حتى شي واحد وفلا هذا بالنسبة للتفعيل ألوغ شنو هم الحوائج اللي بغيت نشاركهم معاكم شنو هم الحوائج اللي خستكم تديرو منين تتقربو تكملوش يعني شوروت بجوج أنا منيبقت لي واحد مية وخمسين مية وثمانين ساعة تقريباً للايف ديالي كلهم حيتهم الخاص ورديتهم العام هذي نقطة موهمة ما مخصتكمش تنسوها فأنا مني كنت كندير لي لايف كان أي لايف كنديرو كيدووز واحد يومين ومن بعد كان نردو يعني خاص باش ما كيبقى ليش في القناة ولكن منيبقت لي ذاك مية وثمانين ساعات قريباً يعني قاع لي لايف ديالي اللي كانوا كتار وكانوا أكتر من الفيديوهات رديتهم وحيتهم الخاص ورجعتهم عام لأنهم كتبين يعني في ذوك شوروت ديالهم أنه خاص الفيديوهات اللي تكون يعني عامة وتكون كتشافة عند الناس تكون كتبرر وكتبرر ذاك العدد ديال الساعات اللي انتم ما جمعتو فحاولوا ما تمسحوش حاولوا تفدو يعني لاشيبخيسيون ديالي فيديو ما تمسحوش تا حاجة وحاولوا تردو كل شي عام وما تخليهم الشرف الخاص باش هكا يعني تسرعوا العملية ديالكم ديال التفعيل الحاجة الخرا اللي بغيت مهدر عليها كان واحد الإشاعات وتقول باللي خاصتك تمسح لي كونت ديالك إلا كانوا عندك يعني حسابات أخرى في الهاتف أو لا في البيسي فخاصتك تمسحهم هذي فقط إشاعة إشاعة خطئة مئة في المئة أنا كانوا عندي بزاف ديال الحسابات في التليفون عندي يعني حسابات ديال الخدمة عندي حسابات شخصية سواء في الهاتف أو لا في الطابلت أو حتى في الحاسوب ما مسحتهمش نهائيا ما قربتش لهذا الأمور هذي لأنه عادي أنه يكون عندك حسابات معمر اليوتيوب مقالب اللي ساحب القناة ما خطش يكون عنده حسابات فقط طريقة الاستعمال ديالهم مع القناة ديالك هي اللي خطتكم ترددو لها البال يعني ما تكونش مشاهدة مهم هذا موضوع آخر ما هدش نتفق له ولكن اليوتيوب ما كي منعطل واحد أنه يكون عنده حسابات أخرى في الهاتف دياله فهذه غير إشاعة يعني عن تجربة ومئة في المئة أخدوها من نصحها بلما تمسحوا الحسابات ديالكم خليوها في الهاتف أو لا في الحاسوب فهذا ما عنده حتى شي علاقة بتفعل شنو الحاجة الأخرى اللي بغيت نقول لكم الحاجة اللي عاونتني بزاف باش وصلت في مدة 4 شهور بعدها أنا الشهر اللول تقريبا شهر ونص تقريبا 8 ساعة يعني ذاك الشهر ونص الولى ما كنت كندير فيهم تشي حاجة ما عمار يدرت فيهم شي لايف كانوا عندي فقط جوج أو ثلاثة دلي فيديو سافي فقط يعني ذاك الشهر ونص الولى يعني غير ضيعتهم ما كنت شعافة بزاف ديال أمور من بعد ذاك الشهر ونص الولى عد يعني فقط كي تنقله وبديت الخدمة بديت لي لايف ومنين بديت مساليتش يعني ما خستكمش توقفو خصوصا خصوصا ما توقفوش ما تعقزوش أن مني كتوقفو كتكونوا غادين بواحد الريتم كتكونوا غادين بواحد الانيرجي واحد طاقة ومنين كتوقفو كتبرد فيكم منيك الطاقة كتبرد ذاك الانيرجي ومنين كتبغيوا تعودوا تبدأ وكتجيكم البديت قيلة أولاً ثانياً ذاك الوقفة اللي كتكونوا توقفتوها كتهرس لكم الريتم ديالكم والريتم ديال المشاهدات والريتم ديال العدد الساعة اللي كيدخلوا لكم كيتهرس حاجة أخرى بنسبة اللي لايف النس كيكون عندك واحد الوديونس وخا قليل وخا غستد الناس عشاد الناس اللي تيكونوا مولفين كيدخلوا معاك مولفين كيجمعوا معاك مولفين على ذاك الوقت اللي كتدر فيها انتا اللايف فمنينك تكسر منيك يمشيون عندك ما يلقاوكش فأكيد غيمشوا عندك حد آخر تيولفوا عليه حتى هو فما كي تصعيب أنك تسترجعهم يعني حذاري من التوقف ما توقفوش استمرو استمرارية هي سر ناجح ما شي غير في اليوتيوب في أي حاجة مدام بديتي واحد الحاجة وعندك العزيمة ديالها خاصتك ما تتوقفش يعني خاصتك تمشي جس كوبو تبقى غادي حتى تكمل الهدف ديالك اللي لايف ما تنسوش الخير ديالهم اللي لايف مهمين بزداف لأن يعني 80% ديال عدد المشاهدات أو العدد الساعات اللي جمعتهم فهمك يرجعوا اللي لايف عادك تجي المشاهدات بالنسبة للمشاهدات كانين فيديوهات اللي كي يجيبوا المشاهدات يعني يكفي أنكم تدخلوا اليوتيوب وتبحثوا شوية غادي تعرفوا شنوما أنواع الفيديوهات اللي كي يجيبوا المشاهدات وشوفوا شنو تقدروا تديروا منهم وأكيد غادي يعونكم حتى أنا هاد الموضوع هاد عاوني بزاف عندي واحد يعني بعض الفيديوهات ماشي كلشي اللي جابوا لي مشاهدات واعاونوني كذلك بتحقيق هاد الشرطين وآخر حاجة يعني ما تنسوش تعاون مع بعدياتكم وانتوما أدرا يعني هاد نقطة ما هادش نطرق لها بتفصيل ولكن انتوما فاهمين يعني خذكم التعاون مع بعدياتكم إلا بغيتي الإنسان يعاونك ويوقف معاك ويحضر لك اللي لايف ديالك تنتخصك التعاون معاه وتوقف معاه وتحضر ليه ما تسننش واحد المجهود ويكون غير من طرف واحد لا اي واحد كي اعطي شي حاجة كي بغي كي بغي واحد المقابل كي بغي حتى هو واحد الرد واحد كي كان قولو يعني واحد الإحساس بالجاميل يعني كي تسنن حتى هو واحد الجواب منك فما تنسوش تعاونوا مع بعدياتكم وما ننسوش نتعاونوا مع بعدياتنا أنا ده باك نهدر يعني مشيرا نيساليت رات تفعيل هاد هي مرحلة لمرحلة ولكن مرحلة يعني صغيرة بقي يعني طريق نجاح طويل بزاف وسعيد ده با الخدمة أنا عاد ستبدأ عندي لانا غنحتاج مشاهدات بزاف وغنحتاج نخدم على القناة ديالي وعلى المحتوى وفلا هاد شي اللي كاين الخدمة كينا كينا يعني في جميع المراحل سواء قبل تفعيل او بعد تفعيل و هاد شي اللي غادي نقول هاد شي اللي تفكرت ده با وانا كنسجلي انني ما كتباش صراحة ما عندي شي يعني نقاط قدامي اللي غا نتطرق لها فاغيك نهدر لسافي اه بالنسبة المراحل اللي غادي تجي هاد الموضعته وهاد نقطة مهمة بالنسبة المراحل اللي غادي ندي مبعد تفعيل يعني اهم لغا سبيسيون ديال الكود و هاد المسائل ديال الحساب البنكي و جميع المهم جميع المراحل اللي غادي تجي مبعد التفعيل انا ان شاء الله غير يعني غادي نكملها وغادي ندير فيديو خاص بهاد المراحل هادو باش اللي يوصل لهاد المرحلة يعرف شنو غادي دير انا ده بتفعلات لي القناة ولكن باقي ما كين حتى شي اجراء لان خاص نكملوا واحد عدد ديال دولارات ساعات باش غادي سيفتوا واحد لكو دلدار وغادي نقوم يعني با غادي نقوم يعني بعض العمليات في الادسنس فهد شي كله ان شاء الله افوا نديروا ونساليه غادي نصوروا وغادي نقض لكم فيديو فيه جميع المراحل بتتفصل يعني من بعد التفعيل باش تكونوا على ديرايا ويجيكم الامور ان شاء الله سهلا عموما كانت من لكم التوفيق ان شاء الله يا ربي كما قلت لكم في الاول وان شاء الله الله يفرحكم حتى انتماء اي حاجة يعني اي سؤال اختار في بالكم تقدروا تطرحوه عليها في كومنتيغ وانا ان شاء الله غادي نجاوب عليه وهاتش اللي يكاين وشكرا لكم بزاف على المتابعة ونهاركم بروك وتحية كبير لكم اشتركوا في القناة